السلام عليكم احنا سهلا بكم معاكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي حنتعرفوا فيه عليه كيف نقدروا نستغلوا الوقت في الزحمة يعني متنكونوا في الطريق وتكونوا الطريق مع بي سيارات بمعنى ان زحمة يعني باش نفوتوا سيمافرو او اشارة مرور ممكن تاخذ وقت طويل ممكن الاغلبية من الناس مش بس في ليبيا بمعنى احنا في ليبيا او في البلاد هادي ممكن في العالم كلها الاغلبية يكونوا يسمعوا في اغاني مراتا راديو فانا عندي شوية حاجات احسن ممكن نسمعوهم نقدروا نستفيدوا بيهم ونسمدوا بيهم في نفس الوقت امتنكونوا في الطريق وامتنكونوا في زحمة زي زحمة هادة اللي تشبه فيها تشبه في الزحمة كيف هلبة ممكن تاخذ منك ساعة ممكن ساعة ونواص حتى توصل للمكان اللي انت تبيعه وعلى اقل تفوت الزحمة هادي فخلونا نبدو الحاجة رقم واحد هي تيد توكس ولا اوديو تيد توكس في فيديو تاني حنحكو عليه تيد اكتر شن هو تيد لكن ببساطة حاليا حتى نحكو عليه بشكل مبسط اننا خلينا نقوله هو عبارة وكأنك تسمع على راديو ولكن محتاج انك تنزل مثلا مجموع التسجيلات صوتية زي ام تنزلوا في اغنية هادية كان نزلنا اغنية لكن هو عبارة على كلام يعني مش اغنية يعني انا هنخطحوا تليفوننا هنخشوا علي جوجل هنكتبوا اوديو تيد توكس هيطلعو لنا هلبة خطابات من تيد لكن ما غير صورة يعني صوت بس mp3 هنزلوهم وحنربطوا التليفون متاعنا بوصلة ايو اكس للسيارة حتى نسمع التيد توكس وخلونا نشوفوا واحد منه علاش قلنا تيد ما قلناش حاجة تانية لان تيد حتعلمك هلبة حاجات يعني هي عبارة على مجموعة محاضرات مصورة يعني هي كل حد حيعطي محاضرة لمدة معينة يحكي على شي معين ممكن يحكي على علوم تكنولوجيا هندسة تنمية مستدامة مشاكل مثلا عنف مشاكل اجتماعية ديمقراطية مشاكل يحكي على عنوين واسعة جدا 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 يعني فهم سجلوها صوت بس ونحوا الصورة ودروها كتسجيلات صوتية يعني ممكننا نسمع في اغنية بدل ما نسمع اغنية نسمع محاضرة مثلا يعطفها في الجامعات لكن في وقت تكسر يعني محاضرة مثلا على الفيزياء في الجامعة حتكون مثلا محاضرة في الفيزياء في الجامعة حول الفيزياء تناقش في قضية فيزيائية معينة حتاخد ساعتين امتى حنلقوها في اوديو تيد توك حنلقوها مثلا في 18 جيجا 17 جيجا لكن حتعطيني المضمون العام وتعطيني كيف نقدر نكمل باقي الوقت بروحي فهل با مفيد واسع جدا يعني تقدروا سواء تخشوا من الويب تنزلوا الحاجات او انكم تنزلوا الابليكيشن سواء على الاندرويد او الايو اس يعني ايفون او اندرويد يعني تخشوا على الماركت او السوق او تكتبوا مثلا تيد توكس او تيد حيطلع لكم الابليكيشن تلقوا في خيار البودكاست فتنزلوهم وتربطوا تليفونكم زي ما قلنا بلايو اكس في السيارة وتبدو تسموه واخدونا حاليا نمشوا للحاجة التانية بالنسبة للحاجة التانية هي اوديو بوكس هي عبارة على كتب ممكن حد يقولك اوكي انا مش مهتم بالمحاضرات نبي كتاب انا نحب نقرأ كتبات مثلا حد مش مهتم سواء بالعلوم ولا باي مجال تاني في محاضرات قصيرة لكن هو هاوي للقراءة والمطالعة ويحب يقرأ يقدر يبحث على الكتاب اللي هو يحبه لكن بدل من يكون نسخة ورقية يكون نسخة مسموعة يحملها ويربط تليفونها من جديد بالوصلة ايو اكس في التليفون ويشغل الكتاب بدل ما يشغل التد او بدل ما يشغل اغنية او بدل ما يشغل اين حاجة تانية يعني هو هيستغل وقت الزحمة خير ما يقعد مقعمز لانا لو بنجو نشوفه اقل حاجة خلينا عايش في طرابلس حاليا وفي عاصمة ليبيا لو بنشوف كان حد حيسوق مثلا وعنده مشوارين في اليوم حيكون صارف حوالي معدل ثلاثة ساعات في السيارة بسبب الزحمة الكبيرة ممكن في دول اكتر مصر وغيرها فثلاثة ساعات في السيارة يعني يمتنجون نشوفوها انا كنا عاشت اربعين سانة ان شاء الله واكتر خلينا نقوله اربعين هنكون صارف ممكن ربع عمري او حوالي حاجة هيكي في السيارة فمنش معقول ان ضيعة ممكن اني نتعلم ستين حاجة في السيارة حتى تعطيني وظيفة أممكن ننزل مثلا دروس اللغة انجليزية ونسمعهم بعد شهرين نلقى روح وندغوا انجليزية من غير مصرفت فلوس مغير ما ضيعت وقط وắmغير مقط إضافية يعني نقاعد الوقت نصرف فيه ان شاء الله تكونوا استفدتم وتسمتعتم في إضافة هذا أو في الفيديو هذا و skilled for without forget kung anyone سأكلمه هيكتابات مسموعة فيه sozusagen أو برنامج troisième سنكتب لكم عن هيئ أسماء البرنامج هذا الزوز أو الرابط الخاصة بالتاختام بالكل liked لكن البرنامج هده اسمه Audiobox فيه كتب مجانية بشكل مش طبيعي انجليزية وحنعطيكم ايضا لينك لبرنامج فيه Audiobox بالعربي فتيقدروا تستفيدوا وتستمتعوا و انا حاليا انطلعت من الزحمة ان شاء الله نتلقوا في درس او في فيديو الجاي و ياريت عطوني تعليقكم او رايكم في خلال ان ترسولي رسالة نصية حول اي قناة من قناة التواصل الاجتماعي الخاصة بيه اللي حتلقوا روبط الخاصة بها سواء فيسبوك تويتر انستجرام كلها حتلقوا في صندوق البصفة في الفيديو او تحطوا تعليق برايكم او في موضوع خاطركم نحكو فيه ومنوريين ونتلقوا